مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي العظيمة في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف وحصاد المحل حقيقة النهاردة هكوننا نتواصل ونخش جوه أعماق ملف الكرة المصرية الحقيقة وأكيد أكيد يعني هيكون معنا أخبار كتير على النادينا النادي العظيم النادي الاهلي اللي الحقيقة لسه كلنا عايشين في أجواء جميلة جدا لسه بنشعر بالفخر والسعادة بعد طبعا ملفوز بالبطولة الأفريقية رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي الحقيقة بعد مشوار طويل ومميز جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم أكتر من مرة في حصاد المحترف يعني الواحد كان عنده ثقة كبيرة جدا جدا في فرقته كان عنده أمل كبير جدا رغم زي ما بقول لحضراتكم هذه البطولة ومشوار هذا البطولة مر بمنحيات كثيرة جدا وصعوبات كثيرة جدا ولكن يبقى النادي الاهلي النادي الاهلي هو قاهر الصوابات وقاهر العواقب وزي ما بقول لحضراتكم جمهير النادي الاهلي العظيمة بقت محتارة في أنهي أغلى بطولة في تاريخ النادي الاهلي على مستوى الأفريق الحقيقة كل بطولة زي ما اتكلمتي الأسبوع اللي فات كل بطولة بيبقى لها مزاق خاص البطولة دي لها طعم مختلف تماما تماما بطولة كانت صعبة في الأول دور المجموعات تحديات كثيرة جدا جدا مباراة النهائي هنا في القاهرة وكان الفوز 2-0 الغاية تديها 85 ثم يأتي هدف الوداد وتتعقد الأمور على الشكل الفني والشكل التكتيكي في المباراة النهائية ولكن الحقيقة النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بيروح بيجيب هذه الكأس يعني زي ما بقولوا كده من فم الأسد يعني أجواء كانت صعبة جدا مش عايزة عيد الكلام لكن أنا بفكر حضراتكم زي ما جمهير النادي الاهلي كلها لغاية دلوقتي لسه في أجواء سعادة لهذه البطولة الكبيرة إن شاء الله بإذن الله تتواصل البطولات لسه النادي الاهلي حصل على سلاسية حصلنا على الكاس مصر واثنين سوبر وحصلنا على البطولة الأفريقية ولكن المشوار لسه باقي والمشوار لسه باقي خلاص الصفحة بتتقفل كالعادة وعادة النادي الاهلي والكلمة اللي قالها الكابتن محمود الخطيب خلاص بنقفل الصفحة وبنستعد لي طبعا إن شاء الله الفوز بالدور المصري عندنا بطولة كمان بطولة السوبر الأفريقية وعندنا الحقيقة بطولات كثيرة جدا الفترة اللي جاية ومحتاجة تاني تجديد الطموحات وتجديد الفريشنج بتاع اللعيبة خدوا أجازة من أول ما رجعوا من المغرب بعد بكرة إن شاء الله هتواصل طبعا التدريبات مرة تانية استعداد للدوري ومباراة حرس الحدود لكن زي ما بقول لحضراتكم الأهلي ما بيشبعش بطولات وهو دوت سر النادي الأهلي سواء على المستوى الجماهيري على مستوى الإدارة على مستوى اللاعبين أولي الأول لما تلاقي ممكن تفصل في الحتة داية حتى على مستوى الأندية الكبيرة فإنت بتاخد بطولة وبطولة كبيرة جدا خلاص بنقفل هذا الملف فرحنا وانبسطنا وهيصنا ولكن كمان عندنا بطولة لسه لم تحسن بعد البطولة الدوري طبعا النادي الأهلي الأقرب لها بشكل كبير جدا ولكن لم تحسن بعد دايما النادي الأهلي بيلعب لآخر لحظة لآخر ديئة في البطولة إن شاء الله يعني بعد بكرة هتكون عودة فريقنا زي ما قلت الحضرات كل التدريبات من جديد بعد فترة الراحة اللي حصل عليها بعد عودته من المغرب الفريق هيرجع يتضرب إن شاء الله طبعا علشان زي ما قلت لحضراتكم مباراة حرس الحدود إن شاء الله هتكون يوم الخميس اللي جاي مباراة في الدوري وخلاص الأهلي خلاص يعني خلصنا شوية من شوية الضغوط الفترة اللي فاتت وفيه طبعا سيناريو بيتكلم طب هل مارسل كولر هيعتمد بشكل كبير على اللعيبة الأساسية في مشوار الدوري هل هيتم بالدفع ببعض اللعيبة الصغيرين تاخد فرصة الحقيقة لسه ده ما تضحش ولكن خلينا نكلم مع طاقش ده هيبقى في المباراة الأولى أول ما النادي الأهلي يحسم الدوري يعتقد ممكن يكون بقى في يعني راحة لبعض اللعبين اللي يعني قدوا موسم ولا أروع الدفع بقطاع النشئين الأولاد اللي ممكن إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون معهم أو لينا ليهم دور معنا في الفريق الأول البطولات ما بتنتهيش وزي ما أقول لحضراتكم موسم استثنائي وصل فيها عدد بطولات النادي الأهلي على جميع المستويات أو جميع الفرق وصل لـ 25 بطولة السنادي النادي الأهلي محقق 25 بطولة على مستويات طبعا كل الألعاب لكن الحقيقة طبعا إنجاز الكبير كان على صعيد طبعا دور الأبطال الأفريقي والأهلي إن شاء الله بيكمل إنجازاته وبيحصد كمان إن شاء الله لقب الدوري الموسم اللي جاي وعندنا لقب السوبر المصري والسوبر الأفريقي وبإذن الله إن شاء الله لست كمان بنتطلع لكاس العالم للأندية من سيتي موجود هناك وليه لأ نشوف كمان زي ما شفنا السنة اللي فاتت الأهلي بيلعب ريال مدريد ليه لأ ما نشوف المان سيتي بيلعب النادي الأهلي وهو ده النادي الأهلي مسيرة انتصارات لا تتوقف مجلس إدارة الحقيقة يعني له الاحترام الكامل وبيسعى دايما لإسعاد الجماهير سواء على مستوى يعني أعضاء الجماعية العمومية على مستوى المنشآت أو كمان على مستوى البطولات ما بتكلمش على الكرة بس كمان على مستوات كل الألعاب الجماعية والفردية في زل كمان زي ما بقول لحضراتكم كل ده بيسندوا مين كل ده بيسندوا جمهور عظيم الحقيقة جمهور النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي في كل الفترات وفي كل العصور هي اللي بتثبت ان النادي الأهلي نادي عالمي